إذن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد أبد الحميد قولت بيبة دعا إلى إجراء انتخابات لوضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد هل ستنجح ليبيا حقا في تنظيم هذه الانتخابات خاصة بعد فشلها في أوقات سابقة؟ بالنسبة لليبيا وأنتم تدركون أنه رغم أنه كانت هناك لقاءات ماراتونية ما بين الفرقاء الليبيين في بعض الدول المجاورة والجار الغربي ولكن لم يستطعوا إيجاد حلول لليبيا وكانت كذلك اجتماعات ليبيا أو حول القضية الليبية في برلين وذلك بعدما استدعت ألمانيا الجزائر وكذلك أن الجزائر لها مقاربة سياسية دائما مثل القضية المالية يعني القضية الليبية حلها في يد الليبيين ويجب أن يدركوا أنه ليبيا معرضة إلى تقسيم وهذا تقسيم إلى ثلاث دول أو خمس دول وهذا ما تريده الدول التي تريد استغلال ليبيا واستغلال خيراتها وانتظرون أن ليبيا لها من الخيرات من بيترول وغاز إلى غير ذلك أظن أنه الآن حان الوقت أنه الليبيين يجب أن يفهموا على أنه هذه النزاعات المسلحة لا تخدم الشعب الليبي ولا تخدم وحدة ليبيا وأظن أنه ما حدث مؤخرا من عمل مسلح من طرف جماعة مدعمة من طرف بشاغة والذي هو موالي إلى حفتر إنما يدل على أنه عدم الاستقلار من طرف هذا الجانب هو شعارهم لأنه رئيس الحكومة الدبيبة يريد إجراء هذه الانتخابات وفق قوانين ووفق كذلك انتخابات رئاسية ووضع دستور جديد لليبيا يمكنهم من توحيد أولا الجيش الذي انقسم وأصبحت هناك جماعات إرهابية كذلك موالية إلى أطراف معينة وهي مدعومة من طرف بعض الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية وأنتم تتكون أن حلف الناتو على رأسهم فرنسا كان قد فعل فعلته في ليبيا والآن أصبحت ليبيا مسرحا للنزاعات المسلحة بتقريبا حرب الوكالة داخل ليبيا إن صح القول